عزيزي المشاهدين إنما كنتم أهلا بكم معنا في ترندينج الذي يأتيكم من قناة شرق نيوز والبداية ستكون بهذا الموضوع حيث انتشر هذا الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشاحنة تسير في الاتجاه المعاكس بالطريق السيار ببجاية رواد مواقع التواصل الاجتماعي يستنكر هذا التصرف الخطير خاصة وأن الجزائر تفقد سنويا مئات الضحايا جراء إرهاب الطرقات نتابع اشتركوا في القناة إذن مشاهدين من هنا نذب إلى تعليقات ومتابعة كيف تفعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذا الفيديو مواقع التواصل الاجتماعي في مواجهة إرهاب الطرقات تقول صاحبة هذا التعليق في تعليقها عندما يدير أكسيدن ويقتل الناس تأتي جماعة وتقول قطعتول رزقه أما بورابح سيدعلي يقول في العاصمة مناورة بسنتين حبس مع سحب رخصة السياقة وغرامة مالية وتساءل هنا سيدعلي عن العقوبة التي قد تترتب عن هذا التصرف لدينا أيضا في تعليقات يقول صاحب هذا التعليق نرى هذه الظواهر كل يوم في ولاية جيجل شاحنة نهبي الرمال تسير في الاتجاه المعاكس ويقول وليد في تعليقه يقول الله يهدي مخلق غير كمسرات أكسيدن في ذلك المكان بالضبط وعلى جال هذه العقلية قتل ثلاثة من الناس نذهب إلى موضوع آخر حيث تعتزم الحكومة المغربية تعتزم السماحة بزراعة الحشيش وتصديره وبيعها حيث قدمت الحكومة المغربية مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنبي الهندي الذي تعتبر زراعته غير قانونية بالمغرب حاليا إلا أن المغرب يعد من أكبر المنتجين في العالم حسب الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات أزيد من التفاصيل نتابعها في هذا الفيديو ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة يتوقع كثيرون الموافقة عليه ويقول يوسف في تعليقه يقول هذا ما كان ينقص وإثمهما أكبر من نفعهما إذن مشاهدين من هنا نذهب إلى موضوع آخر حيث أعلن شاب جزائري عن براءة اختراع عالمية وهذا بعد تمكنه من تطوير تقنية تمنع نشوب كل أنواع الحرائق داخل السيارة حيث أنه يعمل عبر تحسس الحرارة الناتجة عن الكهرباء الساكنة أو حتى الحرائق المعتمدة وفور تحسسه للحرارة سيشتغل هذا الجهاز الجديد آليا بإطلاق مادة الإطفاء عبر القاذف إلى غرفة التعبئة لإخماد النار نتابع التفاصيل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ما عندهم حتى هدف ويقول حكيم الحاج في تعليقه يجب دعم هذه الفئة والبحث عن الموهوبين في كافة أرجاء الوطن أما أبو يقول في تعليقه هل سيتلقى هذا الشاب الدعم والمتابعة اللازمة لتطوير اختراعاته وفي تعليق آخر تقول أم مريم في تعليقها يجب تكييف البرامج المدرسية بما يجعل المدرسة فضاء لاكتشاف المواهب وفي آخر تعليق لنا يقول صاحب هذا تعليق تخاف أنه هو يبحث والبلدان الغربية توظف وتستفاد منه أكثر إذن مشاهدين بهذا وصلنا إلى نهاية ترندينج لنهر اليوم شكرا لكم على كرم الإسرائي والمتابعة